السلام عليكم عزيز المشاهد أهلا بك للحلقة الرابعة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو حيشرح طرق عمل الأدوية الشائعة في الأسواق للسكري النوع الثاني ومضاعفاتها الجانبية تابع معي للنهاية لأن هذه المعلومات تهم كل مريض سكري ولا تنسى الاشتراك بالقناة طبعا هدف هذا الفيديو هو تعليمي وليس لاستخدامه كوصفة طبية أو لإيقاف استخدام أي دواء موصوف لك بدون استشارة طبيبك الخاص نبدأ بالمركب ميتفورمين والاسم التجاري غلوكوفيتش هو أول خط في علاج الارتفاع السكري ويتم خلطه مع مركبات أخرى كما سنرى لاحقا يعمل على تقليل إنتاج الغلوكوز من الكبد ويقلل امتصاص الغلوكوز المعوي يحسن حساسية الإنسولين من خلال تعزيز امتصاص الغلوكوز في الخلايا وحرقه مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 6 ساعات و20 دقيقة أما المضاعفات الجانبية الشائعة فهي الإحساس بالضعف وألم العضلات غازات البطن وإمساك غثيان وقيء أو حرقة معدة دوخة وارتفاع عنزمات الكبد أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 2550 ميلي جرام الدواء الثاني الاسم التجاري جانوميت هو خليطنا المركب سيتاقليبتن وميتفورمن إضافة سيتاقليبتن يزيد من إنتاج الإنسولين بشكل غير مباشر بمانع تكسير هرموني الهضم المحفزة للإنسولين إنكروتن هرمونز وقد شرحتها بالفيديو السابق الرابط هنا بالأعلى يقوم بتحفيز إفراز الإنسولين ويخفض إفراز الجلوكاقون من خلايا ألفا وهو الهرمون المعاكس للإنسولين مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 6 ساعات و20 دقيقة أما المضاعفات الجانبية فهي صداع الرأس الإحساس بالتعب والضعف انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق غازات اضطرابات الماعدة إسهال عسر الهضم غثيان وقيء أما أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 100 ميلي جرام فقط الدواء رقم ثلاثة جانوفيا المركب سيتا غليبتين هو نفس طريق يتعامل جانوميت لكن بدون الميتفورمين حيث يمنع تكسير هرمونات الهضم المحفز للإنسولين إنكريتين هرمونز مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 12 إلى 13 ساعة المضاعفات الجانبية الشائعة هي سيلان أو انسداد الأنف التهاب الحلق صداع الرأس ألم في الظهر ألم المفاصل والعضلات غثيان وألم الماعدة الإمساك أو الإسهال أعلى جرع مسموحة في اليوم هي 100 ميلي جرام فقط الدواء رقم أربعة الاسم التجاري غالفا سميت المركب هو خليط من ذي دا غليبتين وميتفورمين أيضا هو يمنع تكسير هرمونات الهضم المحفز للإنسولين إنكريتين هرمونز مما يسمح بتحفيز إفراز الإنسولين وقمع إطلاق الكلوكاقون من خلايا ألفا في البنكرياس مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 3 ساعات أما المضاعفات الجانبية الشائعة تورم اليدين والكاحلين أو القدمين التعب والضعف دوخة وصداع الرأس الرجفة وانخفاض نسبة السكر في الدم رثيان وقشعريرة وأعلى جرع مسموحة في اليوم هي 100 ميلي جرام فقط الدواء رقم 5 لإسم التجاري ديميكرون أو غلايكا أمار المركب غلايكاكليزايد يقوم بتحفيز إفراز الإنسولين من خلال تحفيز مستقبلات خلايا بيتا في البنكرياس بشكل مباشر عن طريق نقل الكالسيوم داخل الخلايا وأيضا يحسن حساسية الإنسولين الطرفية مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 12 إلى 20 ساعة أما المضاعفات الجانبية الشائعة انخفاض نسبة السكر في الدم الدوخة والنعاس الصداع التعرق تعب وضعف عصبية رشفة الأطراف تنميل أو وخز أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 160 جرام الدواء رقم 6 اسم التجاري أمريل المركب غليمبي رايد هذا المركب يحفز البنكرياس على زيادة إنتاج الإنسولين عن طريق تحفيز مستقبلات خلايا بيتا ويساعد الجسم على استخدام الإنسولين بكفاءة ويقلل الحساسية مدة توفر هذا المركب هي 5 إلى 8 ساعات في الجسم المضاعفات الجانبية غثيان اضطراب معوي آلام في الماعدة قيء وإسهال دوخة صداع الرأس التعد أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 8 ميلي جرام فقط الدواء رقم 7 الاسم التجاري تروجنتا المركب ليناغليبتين يزيد من تركيز هرمونات الحضم المحفزة للإنسولين إنكرتين هرمونز النشطة مما يحفز إفراز الإنسولين مع ارتفاع الكلوكوز في الدم ويقلل من مستويات الكلوكاغون في الدولة الدموية مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 12 ساعة أما المضاعفات الجانبية فهي أعراض شبيهة بالبرد انسداد أو سيلان الأنف التهاب الحلق السعال اسهال قلة الشهية الغثيان أو القيء والحكة أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 5 ميلي جرام فقط الدواء رقم 8 الاسم التجاري فركزيا والمركب داباكليفلوزين يعمل هذا المركب على الكلاء ليقوم بطرح الكلوكوز من الدم إلى البول مدة توفر هذا المركب في الجسم 12 إلى 13 ساعة والمضاعفات الجانبية الشائعة انخفاض السكر في الدم التهابات جلدية وفطرية التهاب المسالك البولية وزيادة الحاجة للتبول وألم عند البول وتغييرات في مستويات الدهون في الدم ويقوم بخفض ضغط الدم أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 10 ميلي جرام فقط عزيزي المشاهد إذا أعجبتك سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك واكتب ما تريد أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة